نساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من فضلك لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك ولو لسه مشتركتش في القناة من فضلك اشترك هنتكلم النهاردة عن الفنان لطفي عبد الحميد الشهير بفتلة الله يرحمه كان حوالي 300 كيلو ولكن كلمة فتلة دي تعني الخيط الرفيع بالنسبة للناس اللي بره مصر ويعني كان بيسمو فتلة بشكل كوميدي هو بطل من أبطال فرق الساعة لقلبك الفرقة دي كانت مشهورة جدا في الراديو بدأت تشتغل سنة 1953 بقى كل أبطالها نجوم في المسرح والسينما والتلفزيون ولكن يمكن يكون لطفي عبد الحميد ما كانش واحد من النجوم دي لأن حياته كانت عبارة عن مأساة وراء مأساة قبل ما أبدأ حابب أشكر صاحب التعليق اللي اقترح علي بطل القصة بتاعت النحاردة أما بالنسبة للفنان لطفي عبد الحميد فهو مولود يوم 11 أكتوبر سنة 1920 وطبعا لما يجي أقول لكم واحد سنة 1920 عايز يبقى فنان وشايف جوال موهبة لكن كان صعب جدا أنه هو يعني يسلك أي مسلك من الطرق اللي احنا اليومين دول عارفينها لا سوشيال ميديا بقى ولا يوتيوب ولا أي حاجة ولا حتى تلفزيون الموضوع كان صعب جدا أنه هو يصبح فنان ما كانش فيه بقى عن الإطلاق خالص وقتها إلا الكازينوهات اللي بتقدم سكتشات ومعظم المسرحيات اللي كانت وقتها بيتم ترجمتها من الأدب الفرنسي من الأدب الإنجليزي وتيجي الفرق المسرحية هنا تشتغلها مين زمان في الفترة دي حنلاقي مثلا كازينو بديع مصابني حنلاقي فاطمة روش دي وأتمنى أن التواريخ ما تكونش عندي فيها خلط لكن أعتقد أنه هما دول وقتها وكان كمان عندنا الفنان جورج أبيض من الناس اللي كانوا شغالين زمان في الفرق المسرحية في وقتها المهم أنه لما كبر شوية دخل كلية زراعة كلية زراعة على طول راح عندكه مسرح تمثيل هنا قالوا لي آه عندنا مسرح وفيه تمثيله بتاع فقدم ورأة في كلية ورأة قام طلع على مسرح التمثيل شوية شوية اشترك في عدد من البرامج بتاعت الأطفال لما التلفزيون فتح ومشاركته في السينيما كانت قليلة جدا هما ست عمال بس اللي عملهم في السينيما علشان كده يمكن يكون كتير مننا النهاردة ما يقدرش يفتكرهم يعني مش هيفتكر لطفي عبد الحميد الأفلام دي أجازة صيف كلهم أولادي الأزواج والصيف حماتي ملاك صوت من الماضي دموع في الليل مين اللي كان له فضل انه هو يقدم الفنان لطفي عبد الحميد للجمهور والناس يعرفوه هو المنتج سمير خفاجي مؤسس فرقة سعى لقلبك وكتب في مذكراته أوراق من عمري انه هو في كلية زراعة قابل لطفي عبد الحميد وهو بالمناسبة يعني انتوا أكيد شفتوا الصورة هو طخين جدا يا جماعة يعني حوالي 290 كيلو وكان بيلعب دور فتلة وقتها في المصرحية اللي هو كان بيقدمها في كلية زراعة فعلى طول خده وأقدمه في فرقة سعى لقلبك طبعا هو الفنان سمير المنتج سمير خفاجي هو من أسس الفرقة مع صديق آخر له مش قادر فتكر اسمه المهم دا كل سعى لقلبك باسم فتلة وفضل الناس عارفينه بالاسم دا وتشهر بالاسم دا في الإذاعة وكان فتلة دا الخط الدرامي بتاعه انه هو إنسان طيب لقلب عنده قدرة كبيرة على المسامحة والاحتواء بالإضافة انه هو كان بيحب الخير لكل الناس تم استغلال طبعا حجم الفنان لطفي عبد الحميد انه هما يقلفوا سكيتشات فنية بعنوان مغامرات طخين سعى لقلبك ومن بين السكيتشات كمان فتلة مع أم شطارة العطارة بطولة لطفي عبد الحميد وزوزو الشافعي وتقديم الكبير عبد المنعم مدبولي كمان شارك مع الدكتور الشديد وهو من الدكتور الشديد دا برضو من الشخصيات اللي استوحاها برنامج سعى لقلبك وطلعت بعد كده على التلفزيون وعلى السينما دخلت بعد كده على السينما وبعد كده على التلفزيون ما لاحقيتش تلفزيون لا على السينما المهم طبعا قعدوا يستمروا فترة طويلة جدا ببرنامج سعى لقلبك واسمه طلع في سماء الكوميديا لفترة كبيرة لكن بعد كده حصل مشكلة كبيرة ما بين الإذاعة المصرية وأبطال برنامج الكوميديا سعى لقلبك لأنهم كانوا عايزين يزودوا أجرهم وكان ورا الموضوع ده الممثل الكوميدي أبو لمعة اللي كان أجره 136 قرش في الشهر طالب بزيادة أجره علشان يبقى 150 قرش ولكن المسؤولين وقتها رفضوا الطلب ده وتم الاستغناء عن أبطال ساعة لقلبك تماما اتقفل البرنامج الحلم اللي كان بيجمعهم بعد سنين طويلة قوي من الإذاعة وكمان تم تسريح الممثلين في برنامج ساعة لقلبك وطبعا من بينهم فتلة وتم إغلاق الملهة الخاص بيهم اللي كان على هضبط الحرم وكان اسمه لور واند فجأة لقى نفسه من غير شغل والحقيقة يمكن يكون حس إن الشغل سرقوا لسنين طويلة لا كون بيت ولا أسرة والسن عمال يجري ويجري كان لازم وقتها إن هو يفكر إن هو يخلف حتى تعيل علشان يتسند عليه لما يكبر زي تفكير معظم الناس كده لأن الفن خده وبرنامج ساعة لقلبك خده ودنيا عمالة تجري فقرر إن هو يخلف يجوز ويخلف يعني لكن في مشكلة كبيرة إن وزنه كان كبير جدا ما كانش ينفع يتجوز بالوزن ده كان الوزن ده يقف حائل ما بين حلمه إن هو يتجوز وما بين تحقيقه وكان لازم يعمل عملية علشان يقل وزنه شوية فأكتر إن هو يسافر على أمريكا طبعا أمريكا مشهورة بجراحات الوزن من زمان ويعني الدنيا زي الفل حصل على تأشيرة لمدة سنة لأمريكا وقام كمان بتحويل المبلغ الخاص بالعملية لكنه في كل مرة كان بياخد قرار السفر كان بيتراجع عنه بعد كده لحد ما فيه من الأيام صديق لي قاله بقول لك يا لطفي أنت حتفضل تأجي للموضوع والخلاص يعني التأشيرة خلاص هتخلص ما تأملها هنا في مصر ورب هنا رب هناك ما أحملها هنا وإحنا عندنا الدكاترة الله أكبر عليهم يضاهوا الدكاترة بتوع بره ما تعملها هنا لطفي وتوفر الفلوس والسفر والتعب ودركه بالطيارة زي ما يكون كده لطفي اقتنع وفعلا قرر إن هو يعمل العملية وراح المستشفى وفي صباح اليوم اللي كان هيتم فيه العملية هرب من المستشفى خاف من البنجي وخاف من العملية ثلاث مرات يهرب من المستشفى ويخاف يعمل العملية لحد ما استسلم للعملية وفي حوالي الساعة 2 الصبح أعلنت المستشفى وفاة لطفي عبد الحميد الغريب إن الوفاة ما كانتش بسبب العملية بل إن الراوي الكبير الكاتب الكبير صلاح منتصر قال إن العملية نجحت ولكن فاتلة مات بسبب غريب جدا لإنه وقع من على السرير المتحرك اللي اتنقل بيه من غرفة العمليات بعد إجراء العملية للقوضة اللي حيقعد فيها لحد ما يفوق ده كان سنة 1984 انتهت قصة الفنان لطفي عبد الحميد الشهير بفتلة فنان كوميدي مظلوم ما حققش النجومية اللي حققوها كل الفنانين اللي شاركوا في ساعة لقلبك يمكن يكون النهاردة إحنا حطينا إيدينا على شخص مجهول جديد نتكلم عنه ولو إنه مش مجهول ولكن الناس كتيرة ما تعرفوش يمكن علشان حاجة واحدة بس إن احنا ندعيله بالرحم شكرا لكم أشوفكم على خير في حلقة جديدة أنا مبسوط إن أنا كنت معاكم مع السلامة اشتركوا في القناة